التعليم حق للجميع فكرة آمن بها أبو سلطان اللاجئ السوري للأردن معلم في سوريا اشتعلت غيرته على أبناء جلدته لتدفعه ومعلمين لتأسيس مدرسة تهتم بتعليم الأطفال السوريين في قرية الزعتري الحي الجنوبي حاولتنا مع أهالي أنه أساوي تجمع صغير تبرع نتطوع نعلم أولادنا أولادنا من الأخيرة أولادنا وجي للمستقبل صلنا جمعناهم أول شيء بخيمة طلعنا شهر شهرين وفي أياد يخير ساعدونا جابونا غرفانات من الصف الأول للرابع الابتدائي ينتظم في هذه الصفوف قرابة ثمانين طالبا نصفهم لا يستطيعون دخول المدارس النظامية والنصف الآخر يأتي ليتابع حصص التقوية عندي ابنت حطيتها بالمدرسة مشاهل تعلم مشاهل تقرأ الحروف إرداها بسقرة الحروف تعلم كل الموقعات عنده أولادة شبير هذا نروح قلبه المدرسة من الصباح يسريع المدرسة العاملون في هذه المدرسة كلهم متطوعون ويتم فيها دمج الطلاب في صفين ما يؤدي لضعف فرصهم في تعليم يتبع المعايير المعتمدة أنا أولاده هندزت له هنا مشان يدرس الصراحة ما يستفيد هنا زيادة وما عندي قدرة الصراحة أول شيء أني أحطه مدرسة هذه الخصوصية والثاني الشيء الصراحة ما عندي أوراق ما عندي إثباتات القائمون على هذه المدرسة يركزون على تعليم اللغة العربية والرياضيات لهؤلاء الأطفال في مدرسة بلا كهرباء ولا تدفئة ولا حتى قرطاسية من 60 إلى 70 عائلة سورية تسكنوا هذا الحي بعض العائلات خرجت من مخيم الزعتري بشكل نظامي وبعضها خرج بدون إذن السلطات الأردنية عدد كبير من أطفال هذه العائلات لا يستطيعون دخول المدارس الحكومية أو المرخصة لفقدانهم الأوراق الثبوتية اللازمة لدخول المدارس اشتركوا في القناة